اشتركوا في القناة هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر قد استقبل بقصر القضيبية صباح اليوم وفدا من اتحاد المستثمرات العرب برئاسة الدكتورة هودا جلال رئيسة الاتحاد التي رفعت لسموه وثيقة لرعاية المبادرة العربية الافريقية لدعم التكتل الاقتصادي وخلال اللقاء اكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مساندة الحكومة لكافة المبادرات التي تعزز دور القطاع التجاري والاستثماري باعتبارها معززة لتوجهات السياسية في تقوية التعاون العربي لافتا سموه الى دعم مملكة البحرين لكافة الجهود التي تهدف الى تعزيز التعاون العربي والارتقاء به الى افاق اكثر رحابة وبخاصة ما يتصل بالجانب الاقتصادي والاستثماري ونوها سموه بجهود اتحاد المستثمرات العرب في مجال تمكين المرأة والمساواة بينها فيما يتعلق بقيادة دفة العمل الاقتصادي والاستثماري العربي وفي تبني المبادرات التي تعزز من التعاون الاقتصادي العربي واكد سموه ان مملكة البحرين قطعت اشواطا متقدمة على صعيد تعزيز مكانة المرأة وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وان المرأة البحرينية اليوم هي شريك استراتيجي في مسيرة التنمية والتحديث التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات لافتا سموه الى ان مسيرة العمل سوف تتواصل بكل عزم من اجل حاضر ومستقبل افضل للبحرين ولاجيالها القادمة واشهد سموه بجهود المرأة البحرينية في خدمة الاقتصاد الوطني وتنميته مبديا تشجيعه لمبادرات التعاون مع اتحاد المستثمرات العرب بما يسهم في تعزيز دور المرأة في عملية التنمية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة